رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمام البرلماني لعرض مشروع ميزانية الدولة ومناقشة قانون المالية لسنة 2019 جلسة لم يفوتها للرد على خصومه السياسيين وفي مقدمة هامس لمرياح أمين عام نداء تونس الجديد الذي تقدم بشكوى قضائية ضده بتهمة التخطيط والشروع في انقلاب مؤكدا امتلاكه أدلة على ذلك فما حكومة عندها أوسع الصلاحيات بالدستور تخمن بشتعم الانقلاب يعني هذه مهزة الديمقراطيين اللي كيفنا ما يأمنوا كان بالديمقراطية وباحترام الدستور والمؤسسات الدستورية اللي قوم عليها النظام السياسي الديمقراطي والحكومة هذه كانت وستبقى متمسكة بالشرعية الدستورية والعودة إلى الشعب ليختار شكون يمثلوا وشكون يحكم في الفترة المقبلة بعد نهاية المدة الحالية نواب البرلماني تباينت مواقفهم بشأن توتر المناخ السياسي ومدى عكاسه على الوضع الاقتصادي فالمشهد السياسي بات سريع التغير والتشكل في الآوينة الأخيرة ورئيس الحكومة بات الخصم الأول لحزبه الذي يتهمه بالانقلاب والتحالف مع حركة النهضة تم توترات السياسية واجتماعية ناجع على بعض الاتهامات والتصريحات وخاصة الأخيرة منها منتاع سليم الرياحي الذي يدعي بالبهتان وبالباطل اللي تم محاولات انقلابية الوضع السياسي والأزمة السياسية تأتي بثقالها على الأزمة الاقتصادية ومؤثرة شديدة معناها بصفة شديدة على الأزمة الاقتصادية وتعمق الأزمة الاقتصادية هذه من ناحية واللي هي أزمة داخل الائتلاف هذا الائتلاف الحاكم هو اللي يعيش أزمة داخله وأزمة أجلحة داخله الخلاف السياسي في تونس ليس بجديد فجذوره تعود بحسب مراقبين لتنافس الشاهد والسبس الابن على قيادة حزب نداء تونس وحتى تغيير رئيسه بعد انصهاره مع حزب الاتحاد الوطني الحر لم يحل الإشكال بل خلق أزمة جديدة مع قواعده الرافضة لهذا الإجراء في انتظار حسم الخلاف في المؤتمر الانتخابي القادم بالجاسم القروي العربية تونس